موسيقى مساء المحبة والسلام أنا عضوان الأحمر يحييكم في المدار موسيقى أغلق العالم وأبوابه في وجه روسيا فرد بوتين بإغلاق محابس الغاز تاركا خصومه في مواجهة الشارع المطالبي بحل أزمة الطاقة خائفين من سقيع بلا دفء يقول المراقبون إن الدب الروسي الجريح أخطر من القوي وازداد القلق من الجريح حين استعادت أوكرانيا عافيتها على الأرض واستعادت معها ألاف الأميال المستباحة صراع مفتوح وأمد لا بعد له وشتاء لم يعتد الغرب على غير موسكو لتخفيف وطأته اقتربت فرنسا من الجزائر وتسعى ألمانيا لتلطيف الأجواء مع الخليج العربي مجاملات ومغازلة جاءت بفعل الظروف والحاجة وأصحاب الواقعية السياسية يقولون لها أهلا وسهلا تسير التوقعات ضد موسكو فخسرتها اليومية مليار يورو من وقف صادرات الغاز إلى أوروبا والمراهنون على انحسارها يمنحون بوتين ثلاثة أعوام من اليوم لتصبح حاجة الغرب إلى غاز بلاده نسيا منسية فهل يتحول التوقع إلى واقع؟ أم أن المستقبل غامض على الصحفي والعراف أيضا؟ في المدار نعرف التفاصيل ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار راحب كذلك بضيفنا سيد ستينسلاب متراكوفيتش كبير خبراء الطاقة الروسي مرحبا سيد متراكوفيتش سيد متراكوفيتش دعنا نبدأ في موضوع الحلقة عن الغاز والاقتصاد ولكن قبل ذلك أريد أن أسألك مجموعة من الأسئلة على وضع روسيا الحالي هناك من يقول أن روسيا أصبحت معزولة سياسيا واقتصاديا لم تدع لجنازة الملكة إليزابيث الثانية لم تدع لكثير من الأحداث هناك كأس العالم بطولات رياضية خسارة لبعض الأراضي أو بلا صح استعادة أوكرانيا لكثير من الأراضي التي كانت تحتلها روسيا هل روسيا في موقف معزول وضعيف فعلا أم أنها مبالغات إعلامية غربية حسن بكل تأكيد أعتقد أن القول بأن روسيا معزولة هي بروبغاندا إعلامية ومبالغة إعلامية لأن روسيا موجودة في العديد من المنظمات الدولية وعضو دائم في مجلس الأمن في الإمام المتحدة ولا يوجد أي طريقة لإخراج روسيا من مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تدمير مجلس الأمن تدميرا كاملا والصين لا توافق على العقوبات المفروضة على روسيا من طرف الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولا يمكن لمجلس الأمن أن يؤدي عمله بدون روسيا روسيا عضو في عشرين منظمة وبوتين قد تم دعوته من طرف الرئيس الإندونيسي من أجل قمة العشرين في إندونيسيا وروسيا هي جزء من منظمات عالمية أخرى وهذا الأمر مهم وهذه المنظمة تتألف من بلدان أي منظمة شينغهاي تتألف من منظمة فيها أكثر من مليار شخص وفيها سوق كبير وسوق مستدام وروسيا هي جزء من الاتحاد الأوروبي الآسيوي الاقتصادي وهي أيضا عضو في مجموعة البريكس فلا يمكن أن يتم عزل روسيا لأن هناك تجارة قائمة بين روسيا والعالم الشرقي والعالم الجنوبي وقد وجدت روسيا بديلا عن تصدير الغاز من أوروبا إلى أماكن أخرى وأصبحت أكبر مورد للغاز للهند والآن لدينا أكبر مورد للطاقة هو روسيا للهند والشركات الصينية قد سيطرت على السوق كله من طرف أوفي روسيا وقد كانت هذه فرصة جيدة لهم والحياة تستمر بالنسبة لروسيا ولكن أيضا من وجهة نظر الغرب العلاقة بين روس والغرب قد تدهورت جميل ولكن أنت تقول أنه من منظور غربي أنها معزولة وهي ليست معزولة وقمت بتعداد كثير من العضويات لروسيا ومنها مثلا الجي 20 الجميع يعرف سيد متراكوفيتش أن روسيا تخسر أكثر من مليار يورو يوميا بسبب إيقافها لتصدير الغاز لأوروبا ويعني تحاول تعويض ذلك عبر أسواق الهند والصين وإلى آخره الجي 20 مثلا والتي ستعقد في منتصف نوفمبر القادم الكل يعرف أن هذه العضوية هي ليست عضوية شرفية وإنما عضوية على القوة الاقتصادية هناك من يتحدث أن روسيا قد تخسر كثير من ميزانياتها وكثير من وضعها الاقتصادي بسبب انسحاب الغرب من أسواقها بسبب هذه الخسارة الهائلة لإيقاف دعنا نقول تصدير الغاز إلى أوروبا وأن كل ما تستعرض به روسيا هو للمدى القصير بعد ثلاثة واربع سنوات سينعك السلبا ستخسر روسيا عضويتها في كثير من الأندية الاقتصادية العالمية ما رأيك؟ مرة أخرى أريد أن أؤكد بأن روسيا لن تقصى من أي من المنتجات الاقتصادية التي ذكرت بالنسبة للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هناك الكثير من الاحتمالات الواردة في المستقبل ولكن شركة غاز بروم على سبيل المثال قد اكتسبت أرباحاً وعائدات أكثر من ما كان في السنوات السابقة بالطبع قد تتوقف هذه العائدات إذا توقفت روسيا عن بيع الغاز لأوروبا أو بسبب العقوبات لكنني لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يشكل كارثة لأن ثلثين من الغاز الروسي يتم استهلاكه داخل البلاد وهناك خطة لبناء خط أنابيب إلى الصين وسوف يستعمل نفس قاعدة الموارد مثل توريد الغاز لأوروبا روسيا بكل تأكيد ستعمل على تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال وهذا من أجل تصديره لبلاد مثل الصين أو الهند أو باكستان أو غيرها من البلدان أو فيتنام التي ستكون أحد أكبر المستوردين للغاز الروسي في العقد القادم استمح لي سيد ميترا كوفيج سنكمل الجانب الاقتصادي ولكن كما قلت لك في البداية أريد أن أسألك مجموعة من الأسئلة على الوضع السياسي وعلى وضع روسيا وهناك من يقول أنها معزولة يعني الآن خلال الأسابيع الماضية فقط فجأة نشطت القوات الأوكرانية استعادت عافيتها استعادت ألاف الكيلومترات من خاركيف هناك حديث عن ضم خرسيون إلى روسيا لماذا هذه الخسارة؟ لماذا هذا التراجع القوات الروسية على الأرض؟ لماذا هذا النشاط المفاجئ للأوكرانيين؟ وهناك من يتحدث عن انهيار الجيش الروسي في مناطق متعددة هل هو أزمة اقتصادية داخل الجيش الروسي؟ عدم القدرة على التمويل؟ إحباط اشرح لنا وأنت روسي وخبير روسي ومن وسط موسكو حسنا لا أرى إحباطا على الإطلاق ولكن النظام الاقتصادي يعمل ونظام المالي يعمل والتصدير يعمل بالنسبة لنجاحات الجيش الأوكراني في شمال البلاد هذا الأمر صحيح ولكنها فقط حلقة في هذا المسلسل الكامل هذا الأمر قد يستغرق سنوات أو أشهر من الآن سوف تكون هناك خسارات وسوف تكون هناك انتصارات ستحدث الكثير من الأمور ربما في بضعة أشهر سنتحدث عن نصر روسي وربما يكون هناك بعض الانتصارات الأوكرانية فأوكرانيا جيشها صغير وقد كانت أوكرانيا قد استعملت استراتيجية التعبأة وبذلك فإن روسيا عندها الصناعة العسكرية الكاملة ولا يمكن أن نعتبر هذا النجاح أو الانتصار الأوكراني الواحد نهاية لكل شيء في نهاية شهر أغسطس سريد نسلك على عبارة وردت في مقال لقايدون سايمون في الفانيشل تايمز وتنبأ في نهاية أغسطس الماضي أن روسيا قد تكسب معركة الطاقة الحالية أن روسيا بوقف مداداتها للطاقة لأوروبا ستكسب خلال ثلاث أو أربع سنوات ولكنها ستخسر على المدى الطويل لاعب أساسي للطاقة في أوروبا والغرب ما رأيكم ثم سنعود إلى موضوع الخسائر العسكرية ولكن رأيك في هذا التصريح تحديدا أنكم خلال ثلاثة أو أربع سنوات قوة قوية جدا في الضغط على الأوروبا ومن ثم ستخسرون هذا الضغط وتصبحون لأسواق بديلة أقل تأثيرا ما رأيك؟ حسنا إن تحدثت عن السوق الأوروبي بكل تأكيد روسيا سوف تكون خارج هذا السوق فيما يتعلق بالنفط والغاز وقد يكون ذلك أبكر مما تحدثت عنه وربما تتوقف الصادرات في غضون عام أما بالنسبة للسوق العالمي عموما فالروسيا ستبقى مصدرا مهما للنفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمعادن والأسمدة لأن السوق العالمي ليس محدودا بالسوق الغربي مثلا إذا فكرنا بسوق الهند والصين مع بعضهما البعض فعندهما عدد سكان وحجم أكبر من أوروبا بمجملها وهذه البلدان بلدان ذات اقتصادات تنمو من حيث الطاقة وأعتقد أن روسيا ستبقى مصدرا مهما جدا للعالم ليس للعالم الغربي ولكن للعالم عموما وخاصة الأسواق الآسيوية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية سأتي لموضوع الهند والصين والشرق الأوسط وكيف هي أسواق بديلة مؤقتة في حال تم إيقاف كل شيء عن أوروبا ولكن لفت نظري في السؤال قبل الماضي حينما سألتك عن استعادة الأكرانين لأجزاء كبيرة من خاركيف وحديث روسيا عن ضم خيرسيون وقلت أن هذا أمر طبيعي أن هناك تقدم وتراجع في بعض الأحيان لأن هذه حرب ولكن أريد إجابة واقعية منك سيد ميترا كوفيتش هناك من يقول أن استعادة الأكرانين لهذا الكم الهائل من الأراضي وألاف الكيلومترات هو ليس تقدم وتراجع طبيعي في الحرب وإنما هو إحباط نفسي لدى الجيش الروسي وأن هناك تقدم واستعادة عافية معنوية هل هناك تراجع فعلا؟ هل هناك إحباط لدى الروس والجيش الروسي من الحرب؟ أم أن الروس يعتبرون أن المعركة خاسرة استطاعوا السيطرة على بعض الأراضي وما تبقى ستستعيد أوكرانيا ومن ثم تنتهي الحرب بسيناريو معين؟ نعم أعتقد أننا نتحدث هنا عن منطقة خاركيف وقد فشلت روسيا في هذه المنطقة ولكن الحرب ليست في منطقة خاركيف لوحدها فأيضا لدينا منطقة خرسون ومنطقة باريجيا وفي المنطقتين الأخريتين لم يكونوا ناجحين بالطبع نجحوا في البعض لكن لم ينجحوا في كل شيء لأن هذا جزء من الصورة الكبرى وهذا لا يعني أنهم قد انتصروا في الحرب فروسيا لا زالت عندها العديد من الخيارات من أجل إيقاف النجاحات الأوكرانية تعبئة المزيد من الجنود استعمال الصواريخ من أجل تدمير البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا وخاصة شبكة الكهرباء التي ساعدت على النجاحات الأوكرانية إذا فكرنا أن هذا الصراع العسكري أو أن هذه الحرب ستستمر لعدة سنوات وفي هذه الحالة سوف تكون هناك العديد من المفاجآت لكافة الأطراف جميل أريد أن أسألك أيضا على دراسة لمعهد أوكسفورد لدراسة الطاقة البريطانية وقال أن هذا لعله التخصص الذي تحبه كثيرا بموضوع الغاز والطاقة هناك من الأرقام التي وردت في الدراسة تقول أن واردات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بلغت 155 مليار متر مكعب في عام 2022 وأن أوروبا قادرة على استيراد الغاز الطبيعي من مصادر بديلة بما نسبته 63 مليار متر مكعب يعني هناك أزمة في 38 مليار متر مكعب فقط وأنها قادرة على إيجاد بدائل وأن الأزمة محدودة إذا تم هذا الموضوع إذا حلت أوروبا أزمتها مع دعنا نقل روسيا في مجال الغاز ما هي الورقة الأخرى التي قد يلعب بها روسيا أو تلعب بها روسيا وبوتن ضد الغرب في موضوع الطاقة أو في موضوع مرتبط آخر يعني إذا كانت هذه الورقة حلتها أوروبا خلال عام وعامين ما هي ورقتكم القادمة للعب معهم؟ لا أعتقد بأن هناك بطاقة معينة ستلعبها روسيا إذا توقفت الأزمة بين الطرفين بعد عدة أشهر فلن يكون هناك أي أوراق للعبها من أي طرف فلا يمكن أن تقف من طرف واحد بل من الطرفين إلى أي حد ستنجح أوروبا في التعامل مع هذا الموضوع إنها ستتعامل مع ضرورة وجود وإيجاد أسواق جديدة لقد رأينا العديد من الناس يفقدون فرص عملهم في أوروبا بسبب الأزمة، أزمة الطاقة والمصانع التي لا تستطيع التعامل مع أسعار الطاقة المرتفعة والاتحاد الأوروبي عليه أن يطبع المال وعلى بريطانيا العظمى أن تطبع المال من أجل التعامل مع هذه الأزمة ولكن إذا طبعوا أوراق المال ستشكل هذه أزمة لاقتصاداتهم سنرى بعد هذا الشتاء وبعد الشتاء التالي أو بعد الشتاءين من الآن إلى أي مدى سينجحون بالنسبة لروسيا لا أرى أي علامات تدل على الكارثة الاقتصادية في روسيا النظام الاقتصادي مستقر النقل يعمل والطيارات تطير والصين تبيع سيارات جديدة هنا وهواتف نقالة جديدة وأجهزة جديدة وتقنيات جديدة سيد متراكوفيتش اسمح لي بفاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى معك من المحاور حول النفط والطاقة والغاز وأوروبا وروسيا فاصل قصير عزيزي المشاهدين نعود معكم في المدار انتظروا الآن منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فرض الغرب والولايات المتحدة سبع حزم من العقوبات على روسيا بحجم غير مسبوق وتنوعت العقوبات ما بين حظر الواردات النفطية وتقييد القطاع المصرفي في فبراير الماضي تم فرض الحزمة الأولى من العقوبات وشملت تقييد وصول روسيا إلى السوق المالي الأوروبية بالإضافة إلى عقوبات مباشرة على رجال أعمال وساسة ونواب والدائرة المحيطة بالكريملين الحزمة الثانية شملت ضوابط تتعلق بالتصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات أما الحزمة الثالثة فشملت إجراءات ضد البنوك والصناعة الروسية وتجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف أما الحزمة الرابعة فتضمنت حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي ومنع استيراد السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب الحزمة الخامسة تضمنت توسيع العقوبات على مصارف روسية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات تعمل في مجال الصناعات العسكرية وحظرا على استيراد الفحم ومنع دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية تضمنت الحزمة السادسة خفض واردات أوروبا من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري وفصل نظام السوفت عن ثلاث مؤسسات ائتمانية روسية أخرى وشملت السابعة حذرا على استيراد الذهب من روسيا وقيودا على الصادرات وتجميدا لأصول مصرف روسي مرحبا بكم مجددا مشاهديا المدار ورحب كذلك مجددا بضيفنا السيد ستينسلاف متراكوفيتش كبير خبراء الطاقة الروسي مرحبا سيد متراكوفيتش سيد متراكوفيتش أريد أن أسألك على موضوع الأسواق البديلة أنت حينما تقول أنه حينما تتوقف التجارة مع أوروبا قبل الفاصل كلنا نتحدث تقول أنه حينما تتوقف التجارة مع أوروبا يعني حديث طبع الأموال سنأتي إليه بعد قليل أن روسيا قادرة على تأمين أسواق في الشرق الأوسط وفي الصين وفي الهند وتحدثت أيضا أنت أن الصين تقوم بتوريد أو بالأصح تصدير السيارات إلى روسيا وأن هناك حياة طبيعية والطائرات تطير وكل شيء في مناحي الحياة الاقتصادية والطبيعية الروسية يسير هناك من يتحدث أن العلاقة بين الهند والصين وروسيا هي متذبذبة مرة صداقة ومرة عداء مرة تحالفات ومرة ابتعاد والجميع يذكر كيف اقتربت الصين من الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات والثمعينات الماضية حينما كان هناك الحرب الباردة بين الغرب وروسيا والاتحاد السوفيتي يعني حتى الحلول البديلة في روسيا والصين هي حلول مؤقتة قد يحدث خلاف بين الصين أو بين الهند وروسيا وتخسر روسيا هذه الأسواق البديلة أيضا بعد خسارتها لأوروبا ما رأيك؟ أعتقد أن المسألة تتعلق بجودة العمل السياسي وجودة السياسة في هذه البلدان لا يوجد أي شيء مكفول ومضمون بذاته علينا أن نستعمل السياسة الذكية بعلاقاتنا مع الصين ومع الهند والعديد من البلدان في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية أما بالنسبة للمقارنة مع سبعينيات القرن الماضي وفترة الحرب الباردة فهناك الكثير من التحالفات بين الصين وأمريكا بعد التحالف الذي أنشأه الرئيس نيكسون خاصة ولكن هناك الكثير من التوترات الآن بين البلدين وإذا أعلنت تايوان الاستقلال فأضمن لك بأن الصراع بين الصين وأمريكا سيكون كبيرا وفي هذه الحالة الصين ستحتاج إلى روسيا داعما لها وقد تتوقف العائدات والتجارة البحرية بالنسبة للصين وربما يعتمدون على الأنابيب من روسيا ويعتمدون على النفط والغاز الروسيين والمتجات الروسية والكثير من الأشياء بالنسبة للهند فإنها قد عملت لوقت طويل على تنفيذ استراتيجية الاكتفاء الذاتي وهم ينتمون إلى استراتيجية ومنظمة عدم الانحياز لا يريدون أن يكونوا طرفا مع الغرب يريدون أن يؤدوا دورهم مع أنهم ليسوا حلفاء تامير لروسيا لكن لهم دورهم المستقل الواضح هناك الكثير من البلدان الضموحة في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى من العالم وفي أمريكا اللاتينية بلدان لها أجندتها الخاصة انظروا إلى البرازيل أو الأرجنتين قالوا بأنهم لن ينضموا إلى العقوبات ضد روسيا بأي طريقة وهذا الأمر بنسبة لنا أمر مهم جدا جميل ولكن أيضا هناك من يتحدث عن المستوى التجاري والسياسي أن كثير من الشركاء الأوروبيين دعنا نقول الآن يعتبرون أعداء لروسيا وروسيا عدوة لهم لن يتعاملوا مستقبلا مع الغاز الروسي حتى ولو انتهت الأزمة حتى ولو رفع حظر الاستيرادة والتصدير أو حظر التعامل مع روسيا لأنها تقوم بابتزازهم وباستخدام هذه الورقة في فصل الشتاء شاهدنا غضب في تشيك غضب في ألمانيا غضب في كثير أكثر من دولة أوروبية ولهذا مستقبلا حتى ولو عادت الأمور لطبيعتها ستبحث أوروبا عن بدائل لأنها لن تسمح لروسيا بابتزازها هل تعتقد أن العلاقة ما بين روسيا والغرب من ناحية الغاز والطاقة انتهت؟ أم أن هناك حاجة ماسة حتى ولو انتهت الحرب سيعدون للتعامل مع موسك ورغم الابتزاز؟ حسنا من وجهة نظر روسيا أوروبا هي من ابتزت روسيا جمدوا مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطي الأجنبي الروسي في الخارج فهم من استعملوا الاقتصاد سلاحا ضدنا وفرضوا العديد من العقوبات على الاقتصاد الروسي على النظام المالي ونظام المصرفي وقطاع الطاقة وقد أمموا وصادروا الأصول والأموال الروسية في أوروبا فقد صادرت ألمانيا منشآت لغازبروم وصادرت مصافي النفط لروسنافت وقد قرروا أن يتوقفوا عن شراء الفحم الروسي والنفط الروسي وهذا الأمر سوف يطبق في الخامس من ديسمبر كانون الأول 2022 ما الذي ستفعله روسيا هنا؟ هل سنقف وننتظر؟ هذه ليست استراتيجية حقيقية إذن أوروبا هي من بدأت بهذه العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادية وإذا كان الاتحاد الأوروبي يعاني الآن فهذا بسبب الأجندة التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أما بالنسبة للمستقبل قد تحدث الكثير من الأشياء ولننتظر ونرى كيف سينجل الاتحاد الأوروبي ويستمر ضمن هذه الشتاءات القادمة وربما العلاقة بين البلدين قد تستمر بعد ذلك ولكن لا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك سيد متراكوفيتش حينما قامت مجموعة السبع بتحديد سقف سعري محدد للنفط الروسي قامت روسيا بالتلويح بأنها ستوقف صادرات الغاز والطاقة بجميع أشكالها ومنها النفط إلى أوروبا وبدأت طبعا في هذه الإجراءات هناك من يرى أنه لا يمكن لروسيا وقف هذه الامدادات بشكل كامل هل ترى أنه أمر قابل للتحقيق؟ أم أنه أيضا يحتاج إلى سنة أو سنتين من الآن؟ حسنا بالنسبة للغاز إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن يفرض سقفا لسعر الغاز الروسي فإن روسيا لن تصدر الغاز لأوروبا إذا كان هناك سقف للسعر إذن لن يصدر الغاز من طرفنا لكن المسألة تعتمد على الوقت روسيا تصدر خمس ما تحصل عليه أوروبا من الطاقة وسوف ترون بأن روسيا تصدر 20% من الغاز الذي صدرته سابقا إذا كانت تريد أن توقف التصدير فإنها تستطيع إيقاف ما تبقى منه وهو نسبة 20% ويمكن أن نعود إلى 2009 عندما قطعت روسيا إنتاج الغاز بـ 88 مليار متر مقعب وستقطع روسيا الغاز إذا كان هذا الأمر ضروريا بالنسبة للنفط إذا قرر أي بلد أن يفرض سقفا لسعر النفط الروسي فإن روسيا سوف توقف التصدير تماما ولكنني أعتقد أن العديد من البلدان لن توافق على ذلك فالصين والهند والعديد من البلدان ستستمر باستيراد النفط الروسي وسيحصلون على حسومات تجارية ولكنها مختلفة عن سقف السعر جميل أريد أن أسألك أيضا على موضوع تحويل مصادر دعنا نقول تصدير الطاقة من أوروبا إلى آسيا وبعض الأسواق هناك من أريد أن تجيبنا بمعلومة أو بما هو تحت يدك دعنا نقول من أبحاث ودراسات وبلا شك لن تعطينا معلومات قومية هناك من يتحدث أن روسيا تحتاج من 5 إلى 10 سنوات لبناء شبكة توزيع لبناء أنابيب حتى تنقل دعنا نقول تفاصيل الطاقة أو منتجات الطاقة من الغاز ومن النفط ومن غيرها من أوروبا إلى أسواق آسيا كاملة هل هذا صحيح؟ إذا كان غير صحيح كم من الأعوام تحتاج روسيا لبناء شبكة كاملة لتصبح آسيا هي البديل الكامل لأوروبا بعد قطع الغاز عنها؟ حسنا في أثناء الفترة السوفيتية الأنابيب الممتدة من الاتحاد السوفيتي إلى ألمانيا وفي أثناء فترة الإدارة الأمريكية إدارة ريغان استغرق البناء سنتين وهذا الأنبوب جزء من الشبكة الموجودة في أوكرانيا وكان هذا في أيام الاتحاد السوفيتي الذي كان تخصيص الموارد فيه أسهل أما بالنسبة لروسيا اليوم فإنها ستحتاج إلى ثلاثة سنوات من أجل بناء شبكة آنابيب لتصدير الغاز إلى الصين وتتسمى ESPO أو رقم ثلاثة لأن رقم واحد ورقم اثنين موجودة أصلا ولكن عندما تبدأ روسيا ببناء هذه الأنابيب فهذا الأمر يبدأ عند توقيع العقود المسألة تتعلق بالوقت لا يوجد عقود موقع الآن الصين تظن أنها يمكن أن تحصل على أسعار أفضل وأسعار منخفضة ولذلك فإن هذه المفاوضات تستمر بين الطرفين سأقول بأن الحد الأدنى هو ثلاث سنوات بعد توقيع العقد أما بالنسبة للتصدير البحري فلا حاجة الانتظار إلى عدة سنوات وبنسبة للنفذ فإنه قد تم تحويل مسار تصديره وهو يتحول الآن بينما نحن نتحدث بالنسبة لنقل الغاز عبر البحار هذا الأمر يحتاج إلى العديد من السنوات من أجل تطوير تقنيات روسية من أجل إنتاج الغاز الطبيعي المسال جميل أريد أن أسألك أيضا على حدث حدث بين ألمانيا وروسيا رغم أن التوقعات لدى المحلين أن أول دولة قد تتخلى عن الحرب في أوكرانيا وتعود إلى مد يد الصداقة مع روسيا هي ألمانيا قبل فترة وضعت ألمانيا يدها على تفاصيل شركة روسنفت الروسية يعني أنها قادرة على التحكم بإمدادات هذه المصفى بالنفط المستورد من وردين غير روسيا ماذا يعني هذا الكلام لموسكو سيد متراكوفيتش؟ ماذا تعتقد أنه قد يؤثر فعلا في إمدادات الطاقة وحتى في دعنا نقول جزئيات من اقتصاد التصدير الروسي؟ روسنيفت تصدر روسنيفت كل سنة حوالي 12 مليون طن من النفط إلى هذه المصافي وهي 12 مليون طن وهي متوائمة مع حصة روسنيفت في هذه المصافي الحكومة الألمانية قد صادرت هذه الأصول وتسيطر على هذه الأصول أي المصافي ولكن النفط لا زال يأتي من روسيا وروسيا سوف تقطع تصدير هذا النفط إلى ألمانيا إذا استمرت بتأميم الأصول الروسية وبذلك على ألمانيا أن تجد بدائلا عن ذلك ولا يوجد إلا من أين قريبين أحدهما موجود في ألمانيا ولكن لا تستطيع هذه الموانئ أن تعمل مع نقلات النفط الكبيرة والآخر موجود في بولندا وهو يستعمل من أجل نقل النفط للمصافي في بولندا ولا يمكنه أن يوفر نفطا أكثر لبولندا ولألمانيا ولذلك هذا الأمر لا يعني أن النفط سوف يخفر الانتاج بل سيعني بأن هناك قلة في الانتاج في الطرفين سيد متراكوفيتش اسمحني بفاصل قصير وفيما نعود الاستكمال ما تبق معك من محاور اليوم فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود معكم في المدار انتظرونا مرحبا مجددا مشاهدي المدار راحب كذلك مجددا في الجزء الأخير من حلقة اليوم مع السيد ستينسلاف متراكوفيتش كبير خبراء الطاقة الروسي مرحبا مجددا سيد متراكوفيتش أريد أن أسألك أيضا على موضوع بعض الحراك الأوروبي خلال الفترة الماضية هناك كان توتر بسبب تصريحات سياسية وتاريخية معينة ما بين فرنسا والجزائر ومع ذلك ذهب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى الجزائر وقام بالحديث عن موضوع الغاز ومساعدة الجزائريين في مشاريع الغاز مقابل أيضا تصديرها وحاول أن يجعل نفسه وسيطا لتصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا وبعد ذلك كذلك كان هناك حديث عن أن قطر قد تلعب دور أساسي ورئيسي في هذه الأزمة أيضا المستشار الألماني أعلن وتوجه إلى الخليج وأنه سيطرق الأبواب لدعنا نقول حلحلة أزمة هذه الطاقة حتى في أفريقيا هناك من يقول أنكم ستخسرون يعني إذا قامت أفريقيا بدعنا نقول الاستثمار الغاز فيها وهناك رقم دقيق جدا بأن دول القار الأفريقية تمتلك احتياطات بما يقدر 634 تريليون قدم مكعب أين استذهب روسيا إذا تخلت أفريقيا عنها وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبقيت تصدر للهند والصين فقط الصين سوق كبيرة جدا وسوق تنمو وكذلك الهند وفيتنايم والعديد من البلدان الأخرى لو لا جائحة كورونا فإن الصين كانت قد استهلكت الغاز بنسبة تزيد 10% كل سنة وهذا يعني أن الصين تسير باتجاه استعمال 10% كل سنة من الغاز وهذا حجم كبير جدا وهذا يعني أن الصين بعد عشرة سنوات سوف تستهلك غازا يعادل استهلاك الاتحاد الأوروبي بأكمله وقد أعلن قبل شباط 2022 بأن هناك اعتماد على الغاز الروسي وسمعت من الأوروبيين منذ عقد من الزمن يتحدثون أنهم يجب أن يتوقفوا عن استعمال الغاز الروسي بصرف النظر عما حصل والحرب في أوكرانيا لكن الحرب قد سرعت من هذه العملية عمليات التخلي عن الطاقة الروسية في أوروبا أما بالنسبة لأفريقيا والعديد من البلدان في العالم والمنطقة بالطبع هناك غاز موجود في كل العالم إذا تم التعامل مثل الغاز على أنه مصدر طبيعي ولم يتم شيطنته مثل الساسة الذين يعتمدون على السياسات الخضراء فيمكن بناء البنية التحتية ويمكن استثمار الحقول الحقول للغاز وهذا الأمر يستغرق العديد من السنوات أما بالنسبة للجزائر فإنها بلد يصدر أصلا الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا وقد بدأت الجزائر بتصدير هذا بسبب الصراع بين إسبانيا والمغرب بسبب مسألة الصحراء الكبرى أيضا فهذا الأمر سيكون عبارة عن إعادة توجيه لهذا الغاز بالنسبة لقطع فإنه سوف يكون هناك مصنع كبير من أجل الغاز الطبيعي الموسال ولكنه سيستغرق سنوات يعني إذا تحدثنا عن 2025 هو من ثلاث إلى أربع يعني دعنا نقول من ثلاث سنوات من الآن تحديدا وروسيا بقوتها الاقتصادية وبخبرائها وبشركات مقاولاتها العالمية أيضا لا تستطيع بناء أنبوب كامل إلى الصين قبل ثلاث إلى أربع سنوات من الآن يعني العالم في سباق للبحث عن بدائل العالم في سباق لتأمين الطاقة وأنت مثلا سيد متراكوفيتش تقلل من قدرة قطر أو إلى خيره على دعنا نقول تحويل الصادرات وتأخذ ثلاث إلى أربع سنوات نفس الكلام ينطبق على روسيا روسيا لا تستطيع التخلي عن أوروبا والأسواق الأخرى بشكل كامل وبناء أنبوب غاز يتصل بالصين إلا من ثلاث إلى أربع سنوات في حال توقيع العقد وحتى هذه اللحظة لم يوقع العقد ما رأيك؟ إذن نحن هنا نتحدث عن المسألة الاقتصادية الموجودة سلفا بين روسيا والاتحاد الأوروبي نحن الآن في بداية مرحلة جديدة مرحلة الفصل الذي يتم أمام عيوننا أوروبا ستحتاج العديد من السنوات للتخلص من الحاجة إلى احتياطات الغارب والنفطة الروسية وأوروبا سوف تخسر العديد من اللقاط التي تساهم في تنافسيتها بسبب ذلك وكذلك الأمر سوف يؤثر على استهلاك الطاقة مخاصة في صناعات المعادن وفي صناعات الكيموية وكل هذه الصناعات التي سوف تهاجر من أوروبا إلى أماكن أخرى جديدة في العالم حيث تكون الطاقة أرخص مثل الصين وأمريكا وتركيا وربما أماكن أخرى إذن الاتحاد الأوروبي سوف يكون على ما يرام بعد عدد السنوات ولكن مستواه التنفسي سوف يتناقص أما بالنسبة لروسيا فإن هذا الأمر يشكل تهديدا مهما وسنحتاج إلى عدة سنوات من أجل بناء بنية تحتية نستطيع عبرها التصدير إلى أجزاء أخرى من العالم وهذا جزء من عمليات الانفصال التي تتم وأيضا في السنوات القادمة سوف نرى الانفصال الذي سيحصل بين أمريكيا والصين أو التقارب الصيني الأمريكي سوف يتوقف بسبب هذا الانفصال ولكن ألا ترى سيد متراكوفيتش أن ما تقوم به روسيا من الاعتماد بشكل كامل على دولتين ويمكن دعنا نقول كررت هذا السؤال ثلاث مرات بشكل مباشر وغير مباشر ولا لم يجد إجابة حتى هذه اللحظة ألا ترى أنها مقامرة خطيرة ألا ترى أنه قد يمكن للولايات المتحدة والصين أن تصلان إلى اتفاق كبير جدا يخفف الحرب التجارية بينهما ويكون من شروطه التخلي عن الغاز الروسي ألا ترى أيضا أن الهند قد تعتمد على مصادر أخرى غير روسيا باتفاق مع أي دول غربية ضمن صفقة لا نعرفها أيضا إما عن طريق إسرائيل أو غيره يعني أنتم تلعبون في مجال مقامرة كبير جدا بالاعتماد على دولتين فقط والتخلي عن العالم ما رأيك؟ الأمر لا يتعلق فقط ببلدين لدينا مناقشات تتعلق بالبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا ومصر وتركيا والباكستان روسيا جزء من تحالف أوبك بلاس مع السعودية ومع الإمارات والكويت وقد ذكرت بلومبرغ بأن هناك تعاونا قويا بين روسيا وهذه البلدان في الشرق الأوسط وبعض هذه البلدان تشتري النفط الروسي ثم يعيدون بيعه ويتربحون منه تجاريا وهذا ما يحصل الآن أمامنا الأمر لا يتعلق بالاعتماد على الصين والهند فقط ولكن عندما نجمعهما مع بعضهما البعض فسكانهما يصلون تقريبا إلى ثلاثة مليار شخص وهذا عدة أضعاف عدد سكان الاتحاد الأوروبي ولكن نحن لا نعتمد عليهما فقط بالنسبة لماليزيا مليزيا تشتري النفط الروسي وتعيد بيعه للصين وإلى أجزاء أخرى من العالم وقد ذكرت بلومبرغ في تقاريرها بأن الاتجار بالنفط الروسي في مليزيا أكبر من إنتاج النفط في مليزيا وبكل تأكيد هناك تعاون بين روسيا وإيران في الوقت نفسه إذن المسألة معقدة أكثر من ذلك أكثر من أن روسيا تعتمد فقط على الصين والهند ولا أعتقد أن روسيا أيضا عندها أي بديل سوى الاعتماد على ما يتوفر لها في هذه البلدان هذا هو الواقع الذي يجب أن تتعامل معه السلطات الروسية والحكومة الروسية بالنسبة للتوافق بين أمريكا والصين هذا الأمر قد يحدث لكنه غير مرجح لأن هناك منافسة كبيرة جدا بين هاتين القوتين العظمتين فكل منهما لها وجهة نظرها المختلفة كلها تريد أن تركز على الصناعات التقنية وفيها تنافسية عالية جدا وسوف تتنافسان ولن تتعايشان باتحاد أو توافق أمريكي صيني جميل أريد أن أسألك أيضا على موضوع مرتبط بالطاقة على موضوع مرتبط بمستقبل الطاقة هناك من يتحدث الآن مع أن هناك تهديدات لأمن الطاقة العالمي وأن هناك صراع قائم بين روسيا والغرب ولهذا بدأت مراكز الدراسات والأبحاث تشكك في مستقبل الوقود العفوري وأنه سيقل اعتماد العالم عليه ويجب البحث عن مصادر للطاقة البديلة كيف ترى سيد متراكوفيتش مستقبل الوقود العفوري؟ الوقود العفوري تحتاج إليه الإنسانية في عدة عقود قادمة من الآن والغاز سيكون وقودا مهما لعدة عقود بالنسبة للفحم ربما لعشرين إلى ثلاثين سنة ربما النفط أربعين إلى خمسين سنة والغاز ربما ستين سنة يمكن صناعة الهدروجين من الغاز الطبيعي ويمكن صناعة الأسمدة من هذه المنتجات منتجات الطاقة أو من الغاز الطبيعي ويمكن صناعة الهليوم والعديد من الأشياء الأخرى التي تنتج كمنتج جانبي من الغاز ولا أعتقد أن موارد الطاقة جزء فقط من الاقتصاد الروسي ولكنها تشكل أربعين بالمئة من عائدات أو دخل الدولة الروسية ولكن المسألة لا تعني أن الناتج المحلي الإجمالي يعتمد فقط على النفط والغاز في روسيا فقط 15% منه يعتمد على ذلك أما بالنسبة للعائدات الأخرى فهي تأتي من صناعة الآليات والآلات والمعادن وغيرها جميل أنت سيد متراكوفيتش تتحدث عن عقود حتى لا يستطيع العالم الاعتماد على الوقود الحفوري والغاز وجميع مصادر الطاقة بشكلها الحالي ولكن أيضا هناك دول بدأت في محاولة التصدير أو الترويج لموضوع الطاقة النظيفة والطاقة البديلة ووضع قوبات على دول كبرى دول خليجية الصين وروسيا وهناك من يتحدث أنه خلال الخمس أو العشر أعوام القادمة قد يتغير شكل اعتماد على الطاقة قد تصبح موضوع الطاقة النظيفة والطاقة البديلة هي الأكثر والوقود الحفوري أقل هل هذه مبالغات من ناشطين في هذه المجالات مجال البيئة وغيرها أم تراها واقع سيحدث خلال العقد الحالي سمعت أن شركة السيارات السويذية فولفو قالت عدة مرات كما أتذكر بأنها سوف تتوقف عن إنتاج السيارات التي تسير باستعمال وقود وقود الذي يعتمد على الاحتراق قد يكون هذا الأمر بعد سنتين أو بعد خمس سنوات أو بعد أي وقت ما ولكن لا زالت بولفو تعمل على صناعة السيارات ومحركات السيارات التي تستعمل البنزين أو تستعمل الديزل أو تستعمل الكهرباء ولكن بكل تأكيد ما تم القول عنه هو مبالغات بالنسبة لأفريقيا والصين والهند عندما يكون عندهم مال أكثر ويبدأون باستعمال السيارات لا يبدأون بشراء سيارات تسلا الغالية ولكن يشترون سيارات عادية وهذه السيارات تتطلب منتجات نفطية وهذا لن يتغير لعدة عقود على الأقل من الآن بالنسبة لسيارات السيارات التي تسير على الكهرباء أو على البنزين فهذا الأمر يعتمد على السنوات القادمة وما يتم تقريره الآن قد لا يحدث حتى العام 2040 وربما يقفون إنتاج هذه الأمور في المستقبل ربما يتوقفون عن إنتاج المحركات ذات الإحراق الداخلي سيد ستينسلاف متراكوفيتش كبير خبراء الطاقة الروسي كنت معنا في المدار وصلنا إلى نهاية محاور اليوم شكرا لك شكرا لكم أعزائي المشاهدين إلى مدار جديد الأسبوع المقبل ألقاكم